موسيقى مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من حروب الإعلام ضمن تغطية الميادين لملحمة طفان الأقصى تعطي إسرائيل والغرب والإعلام التابع لهما مع المزر التي ارتكبتها قوات الاحتلال في المستشفى الأهلي المعمداني مثلا مصداقا بارزا لحروب الإعلام التي تشن على فلسطين والمقاومة وقد شن هؤلاء حمل التضليل ممنهجة لإهام الرأي العام العالمي ببراءة إسرائيل من دم نحو 500 شهيد من المدنيين الأبرياء كانوا داخل حرمي المستشفى من خلال التلاعب بالرواية وإغراق مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا وسائل الإعلام بالمواد المفبركة كيف ذلك؟ نرصده تباعا مع زميلتنا بهية حلاوي مديرة الميادين أونلاين مرحبا بك لا يقل مشهد الفبركة والتضليل والكذب الإعلامي في كبريات وسائل الإعلامة الغربية عن مشاهدنا في السابع من أكتوبر من هذا الشهر نريد أن نرصد تباعا الملاحظات الأولى التي سجلناها ونفصلها وإياك بالتأكيد الشغل الشاغل ربما كان فبركة كل ما يكذب الإجرام الذي حصل البارحة مع استهداف الطائرات الإسرائيلية للأبرياء والمدنيين في المستشفى المعمداني بطبيعة الحال إسرائيل المسؤولة عن هذا الموضوع المسؤولة عن هذا الإجرام سرعانا ما اعترفت بهذا الأمر ولكن سرعانا ما تنصرت من الموضوع أيضا لكن منصت تواصل الاجتماعي في هذه الأيام بشكل جبهة إضافية بالإضافة إلى جبهة الميدان بمعنى إذا حذفت أو تم تغيير في موجود فيه ناس وناشتين عم بطاردوا يعني ليلا نهارا سرا أنك كنت من البداية من اللحظة يعني نحن نتابع المزر والضحايا كنت تتابعين ما يتم عرضه والتقاطه وأيضا أخذ يعني صور مباشرة سكينشات كما يتم في لحظتها قبل أيضا أن يتم حذفها صحيح لأنه ستصبح هذه أدلة وشواهد على ما حصل لنوثق هذه العملية الفبركة والتحريف بطبيعة الحال لحرف مصار الحديث ولزج الموضوع في خانات أخرى بعيدا عن حالة التضامن والتأييد والاستياء التي نستعد الأدلة بشكل سريع وإياكي سنفند هذا الموضوع راميا ربما لو شرحنا ما حصل سأعطي عنوين عامة لما حصل البارحة عملية الفبركة ومن ثم سنفصل بالأدلة والشواهد والبيانات ما حصل في كل عنوان الموضوع الأول أو الدليل الأول على فبركة ومحاولة إسرائيل ومن خلف الإعلام الغربي تضليل الجمهور والرأي العام هو التشتت الإسرائيلي الذي عينناه منذ اللحظة الأولى وتغيير الرواية الذي حصل ربما لثلاثة أو أربع مرات تباعا الدليل الثاني هو تواطئ الإعلام الغربي وتراجع هذا الإعلام عن الأخبار الحقيقية التي وردت واعتماد الرواية الإسرائيلية أو السردية الإسرائيلية الدليل الثالث هو نوع السلاح المستخدم والضرر الناجم عن هذا السلاح هذا بحسب المراسلين الغربيين الذين تواجدوا في مكان الانفجار أو الذين تواصلوا مع أشخاص وعاينوا مكان الانفجار وبحسب الخبراء الغربيين أيضا الذين سبقوا وعاينوا أضرار شبيهة أو استخدامات مشابهة لأسلحة تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي أو الولايات المتحدة الأمريكية الدليل الرابع رامي هو فبركة المواد البصرية في محاولة لطلفيق الشواهد والبصريات التي تغرق من الصد تواصل الاشتراحي الدليل الخامس هو تهيئة الجمهور الغربي لهذه العمليات وتبريرها سلفا والدليل الأخير هو تكرار السيناريو أو موضوع قطع رؤوس الأطفال لذلك بدأنا بالإشارة إلى أننا أمام مشهدية مشابهة للتضليل والفبركة والكذب الإعلامي الغربي كما مستشفى المعمداني كذلك في السابع من أكتوبر تسمحين لنا قبل أن نفصل بها زميلتنا البهية أن نرحب الدكتور سيف دعنا أستاذ علم الاجتماع والدراسات الدولية في جامعة وسكنسون من شيكاغو مرحبا بك دكتور سيف دعنا نحن نقف علميا على الشواهد والمعلومات والأدلة التي تثبت التورط الإعلام وكبريات وسائل الإعلام الغربية بل والمساهمة أيضا بفبركة رواية بعيدة عن الحقيقة بارتكاب إسرائيل للمجدرة في المستشفى المعمداني دكتور دعنا سنبدأ وإياك ونستمع للدليل الأول تفنيدا ومن ثم أيضا مهتمة أسمع رأيك في مواكبتك لذلك نبدأ أيضا من التشتت سنبدأ بهذا الفيديو قبل أن نتحدث عن الشاهد سنبدأ بهذا الفيديو قبل أن نأخبط أن نتحدث عن حقيقًا سنبدأ بالمغام سنبدأ بالإعلام سأقول لك عنه سنبدأ بالقام سنبدأ بالقام سبحانه الكثير من الحكومة لذلك سارا ونا و انا انا اعتقدت انكم جميعاكم لهم كانت محسن فترة و معاكم نجام فترة نجد هذا مؤسس ونا نجد على كل الناس من الناس لكن انا اتحدث على بعض الناس من الناس و اتعطيت ان اشترك الناس لكم اشتركوا بيدوا منكم حيثين من حياة سبحانه شكرا السبب الذي بدأت فيه بهذا الفيديو رامي أن هذا الشخص الصحافي الإسرائيلي الناشط صانع المحتوى بحسب نتنياهو هو أول من نشر تغريدة تؤكد أنه إسرائيل قامت بقصف المستشفى لأنه تعتبر أنه في مراكز لحماس بالقرب من المستشفى وبالتالي يعتبر أنه في استهداف لمنشآت تابعة لحماس وبالتالي قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف هذه المنشآت بعد دقائق قليلة جدا قام نفتالي هذا صانع المحتوى الذي يعمل مباشرة مع نتنياهو بحضف هذه التغريدة أو هذا المنشور ونشر تغريدة أخرى يقول فيها أنه هذه المسئولية تقع على عاطق المقاومة الفلسطينية جهاد الجهاد وحماس وهم من قاموا باستهداف المستشفى إذن نحن كنا أمام تغريدة في البداية تقول وهذا نفتالي لذلك عرضنا هذا المشهدية من حضور بن يمين انتنياهو مع زوجته سارة لعرسه أيضا زوجته لنفتالي أيضا من المؤثرين وتحدث عن أهمية المحتوى والتأثير هذا أيضا مضاف للأهمية وبالتالي هذا الشخص ليس رجلا عاديا عندما تحدث عن نفتالي لذلك يعتد فيما قدمه هذا تم تغييره ومن ثم لم يمر الأمر حتى بالنسبة للناشطين حتى بالنسبة للناشطين الغربيين والمتابعين لصفحته بدأوا بطرح علامات الاستفهام يسألونه لماذا قمت بحذف هذه التغريدة لماذا قمت بحذف هذا المنشور ونحن أخذنا عينات عن هذا المنشور ولدينا التغريدة الأساسية التي توصف ما قمتم به هذه المنشورات التي وردت كما نشاهد على الشاشة الكثير من الناشطين الذين يسألون نفتالي عن سبب حذف هذه التغريدة طبعا هذه الكثير من الأشخاص أيضا كما نحن قمنا بأخذ سكرينشوت أو صورة أو نسخة عن هذا المنشور الكثير من الناشطين أيضا قاموا بفعل نفس الشيء لأنه اعتادوا على الإسرائيلي منذ بداية طوفان الأقصى بأنه ينشر الأمور ومن ثم يقوم بحذفها أو يقوم بتغييرها حتى أن هذا الناشط يسأل لماذا قمت بحذف هذا المنشور ويقول تحديدا أن هذه العملية حصلت تغيير المحتوى في هذا المنشور عندما عاينت إسرائيل حجم الضرر لم تتوقع أنه سيكون هناك هذا الالتفاف السريع على منصات التواصل الاجتماعي والالتفات لعدد الضحايا الكبير والمشاهد التي وصقت الإجرام واستهداف الأطفال والأشلاء وما شاء نتحدث عن 80% من ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني من الأطفال وأيضا إلى جانب النساء يعني هم كانوا يذهبون بحثا عن الأمان في حرم المستشفى هذه أيضا من الأسئلة التي كانت مهمة وكان في الاعتداد بالنسبة لشهود العيان هذا تم تغييبه يعني اليوم الحديث كان ماذا قال الصحافي الإسرائيلي لماذا قام بحذف المنشور وما شبه ولم يبالي أحدا بما قاله يعني الشهود العيان من الفلسطينيين المتواجدين في المستشفى وبالتالي هذه الناشطة تقول شاهد عيان من المعمداني هذا الصباح قال أنه كان في تحذيرات لقصف المستشفى وأن الناس لجأت لأماكن قريبة ولكن حتى سمعوا صوت الضربة التي حصلت هذا بالنسبة ربما للشاهد الأول لو انتقلنا للشاهد الثاني وهو دور الإعلام في تأجيج هذه الرواية وتعزيزها وتبنيها يمكن أن نلاحظ حتى تغير السردية لكبريات وسائل الإعلام سنستعرض بداية مباشرة مع كيف تغيرت الرواية تباعا نيويورك تايمز صحيح يعني هذا ثرد من نيويورك تايمز العنوان الأول العنوان الثاني والعنوان الثالث ماذا تغير بين العنوين الثلاثة نفس الصورة نفس الصورة ونفس الخبر ولكن في المرحلة الأولى كان استهداف ضربة جوية إسرائيلية تستهدف المستشفى المعمداني في الخبر الثاني أصبح أنه في ضربة بحسب الفلسطينيين وصار على لسان حال الفلسطينيين لم يتبنوا هذا الخبر ولم يتبنوا الخبر من المؤسسات الرسمية الفلسطينية فلسطين سائل من بعدها اعتمدوا على وسائل الإعلام الإسرائيلية ومراكز الإسرائيلية حسب ما يقولون أنه الذكاء الإسرائيلي والبيانات الإسرائيلية تؤشر أنه هذا خلال في الصواريخ التابعة للمقاومة الفلسطينية هذا بالنسبة للنيويورك تايمز والأمر ينسحب على الولد ستريت جورنل نفس الأمر بداية كان هجوم إسرائيلي من بعدها صار الحديث أو انتقلت السردية رامية ليصبح تبادل الاتهامات يعني الفلسطيني يقول أنه هذه دولة الاحتلال هي التي قامت بهذا الأمر الاحتلال يتنصل من هذه العملية ويقول أن المقاومة الفلسطينية مسؤولة وبالتالي وضع الأمر في خانة تبادل الاتهامات بعيدا عن هول وفداحة الجريمة والأهم من ذلك تغيرت المصطلحات بين ضربة جوية وأصبح دلالة على هذا الموضوع دائما هو مرتبط بانفجار يعني تغير حتى استخدام التوصيف الرسمي لهذا الموضوع وكذلك تم استخدامه بين المسؤولين الغربيين وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي حاز بالكامل إلى الرواية الإسرائيلية واستخدم أيضا مصطلح الانفجار تسمحين لنا زميلتنا بهية أيضا أن نشرك هنا الدكتور أسيف دعنا دكتور دعنا الآن من خلال ما رصدناه هناك الكثير أيضا من الأدلة العلمية وكنا ربطنا أيضا المشهد منذ السابع من أكتوبر في نفس المسار للتواطؤ لكبريات وسائل الإعلام بالتوازي مع ذات الخطاب الرسمي الغربي وبرز الخطاب للرئيس الأمريكي جو بايدن هذا يعني يبدو ممنهجا ولكن إلى أي حد هو قابل فعلا بعد ما رصدناه للتمرير يعني مساء الخير أولا بقي والإبهية هو منهجا جدا مثل الحقيقة وأنا سأعطي المثل سأتحدث بوضوع عن ذلك الموضوع ولكن هناك قضيتين انتبهت إليهما خلال بعض المجزر التي حصلت القضية الأولى هي المفردات الموحدة تقريبا التي استخدمتها أغلب وسائل الإعلام الغربية مثلا هناك كلمتين تردتتها في كل وسائل الإعلام الغربية تقريبا بلاست انفجار يعني ما حصل هو انفجار وكأن هناك قنبلة انفجرت لوحدها وموت مفردة موت للحديث عن قتل الفلسطينيين دايد يحدثون أنه عدد معين من الفلسطينيين دايد يعني ماتوا وكأن الحدث طبيعي لا يوجد أي إشارة للقتل الجانب الآخر والمهم وربما يكون للأخطر في الحقيقة هو دخول مجموعة من المثقفين المعروفين في العالم الغربي على اعتبار أنهم ليبراليين أو حتى يساريين جدا ويعتبروا تاريخيا بعضهم من مناصري الحق الفلسطيني وبعضهم كان قريب من بعض الأكاديميين والمثقفين الفلسطينيين والعرب في الولايات المتحدة لإدانة حماس أو إدانة الفلسطينيين بالتالي بطريقة غير مباشرة والحديث ووعظ العرب من أول وجديد في موضوع اللعنف سنتحدث عن اسمين هنا اسمين كبيرين حقيقة في الغرب جوداس باتلر والتي اعتبر فيلسوفة في الحقيقة في الأكاديمية الغربية نشرت مقال مطول في لندن ريفيو أوف بوكس وهي مجلة متخصصة خصوصا للأكاديميين يعني وللقراء تحدثت أدانة حماس منذ البداية وكانت تعاطف واضح كانت جوداس باتلر للأسف كما يعرفه الناس كفيلسوفة وتقدمية وإلى آخره كانت تكتب كيهودية بالضبط كما كان بلينكين يقول أنه يهودي أولا ثم قبل أن يكون وزير خارجية كانت تكتب كيهودية للأسف وأخذت موقف ضد الفلسطينيين وكانت تعظ الفلسطينيين باللاعنف فلسفة اللاعنف وهي فلسفتها في الحقيقة ولديها نظرية فيها ولكنها لم تتطرق في حرف واحد إلى وعظ الكيان الصهيوني باللاعنف الاسم الآخر هو ناو ميكلاين وهي أيضا كاتبة معروفة وفيلسوفة نشرت اليوم في الحقيقة مقال في الجارديون تتحدث تقارن الأطفال مقابل البنادق وأنها في هذه المقارنة ستقف مع الأطفال وهو يذكرنا بمقارنة في الحقيقة عملها البيركامو الكاتب الفرنسي المشهور وهو أيضا معروف كتقدمي وياساري وحتى ماركسي وجودي إلى حد كبير حين وقف ضد المقاومة الجزائرية قال بالاختصار شديد إذا خيوك بين الجزائر وبين أمي سأختار أمي وفي هذه الحالة هي أمة وبالتالي لدينا الكثير من البيركامو الصغار إذا كان يمكن أن نطلق عليهم هناك خطر في هذا الموضوع لأن هؤلاء الناس لهم مصداقية في عالم الأكاديميا وعالم الأكاديميا عادة معروف بأنه يناصر الحق الفلسطيني بدرجة أكبر كثيرا من الشارع الذي يناصر بسبب خضوعه للدعاية الإعلامية هذه القضيتين أردت أن أذكرهمها في البداية لكن أنا متأكد أنها هي تعرف عن الموضوع في عام 2008 استأجرت وانا ذكرت ذلك قبل يومين على قناتكم استأجرت حكومة نتنياهو شركة لونس للعلاقات العامة في الولايات المتحدة وقاموا بإعداد ما سموه قاموس اللغة العالمية هذا مهم حتى اسم الكتاب أو النص الذي أعد لهم اسمه قاموس اللغة العالمية هناك مقردات يجب أن تستخدمها من ضمن هذه القضايا في الحقيقة وفي عام 2016 قام نتنياهو بتسجيل عدة فيديوهات قصيرة وكان يبثها على صفحة رئيس الحكومة كما يسموها في الحقيقة في أحد الفيديوهات الذي اتهم أو وصف إخلاء المستوطنات بأنه تطهير عرقي الناس ربما تعتقد أن نتنياهو ذكي وأنه يسوق إبقاء المستوطنات وأن إخلاء المستوطنات هو تطهير عرقي في الحقيقة هو حرفيا يأتي من النص الثامن من كتاب من قاموس اللغة العالمية الذي أعده فراينك لوتس ولهذا أنا وصفت أن كل السرديات نتنياهو في الدعاية هي صناعة أمريكية في فصل آخر تحدث في فصل خاص عن الأطفال وسجله في فيديو وهو منقول حرفيا من الفصل 15 لقاموس اللغة العالمية إذن هم يستخدمون خبراء وخبراء على مستوى إمبراطوري وشركات علاقات عامة إذن نحن نتحدث ليس فقط أمرا ممنهجا خطة استراتيجية مدروسة عميقة يشارك فيها نخب ليس فقط مؤثرون وإنما على مستوى مفكرين أيضا وهذا مهم جدا والمواد التي نعرضها في الإضافة التي تفضل بها هي مواد مهمة جدا نتمنى فعلا أن تصل لأكبر شريحة واسعة من المتلقين من الجمهور لاستفادة منها ليس فقط في مثالنا فيما نتابعه مباشرة عن الأرض في العدوان على أرضنا المحتلة في فلسطين وأيضا تحديدا في قطاع غزة وإنما أيضا في الأمثلة السابقة من الحرب والتي تدار تبقى معنا دكتور دعنا سامح أنا تحدثت بالتفصيل عن هذا الكتاب قموس اللغة العالمية وكيف أن فيديوهات نتنياهو مأخوذة حرفيا من كل فصل في مقالي على موقع الميادين أنا لا أحب أن أسوق مقالاتي ولكن علوانه سرديات نتنياهو سرديات نتنياهو صناعة أمريكية موجودة على موقع الميادين نت ويمكن للناس أن ترى بوضوح هذه القطاع نعم هنا نحن نسوق لمادة علمية مفيدة للناس ونكمل أيضا في المواد العلمية ونركز على ذلك زميلتنا بهية نحن نقوم برصد علمي ودقيق بمعلومات ووقائع مباشرة هذا ما يجعلها مادة مهمة ندعو الناس لأن تتابعها سننتقل في المتابعة أيضا في الأدلة سنصل لموضوع نوع السلاح وكنت أشرت بأنه من خلال مراسلين وحتى الخبراء على الأرض ما الذي رصدناه هنا خصوصا من كبريات وسائل الإعلامة أيضا الغربية صحيح تحدثنا عن تشتت الإسرائيلي وتبدل الروايات تحدثنا أيضا عن تواطئ الإعلام الغربي الآن سنشاهد في هذه الفيديوهات ماذا قال المراسلون صحيح نتابع الإسرائيلي ملتابعة للمتابعة للمتابعة ويقولون أنهم يتبعوني لكنه يسهل أن ترى ما هذا يمكن أن ترى بسبب كما ترى الغربي أخرى أن ترى إسرائيلي أو بعض أرربي لأننا نرى روكات من خلال من غزايا لا نرى إسرائيلي من ترى إسرائيلي روكات من خلال من خلال من خلال من خلال روكات ولكننا لم نرى أي شيء على ترى الإسرائيلي في هذا الفيديو الذي كنت ترى أولا الذي كنت تقول يستمر في ترى إسرائيلي هذا البي بي سي أيضا نشاهد مراسل آخر للمتابعة نتابع نتابع أيضا أن الإسرائيلي ملتاري في هذا الوقت لا يتعرض أيضا لإمكانها ترى إسرائيلي أن هذا كان ملتاريلي إسلامي جهاد يتعرض أن ترى إسرائيلي وأنهم لم يتم ترى إسرائيلي يجب أن نرى أيضا أن هذا المرأة ليس كما ترى إسرائيلي مع روكات من خلال روكات هذه روكات مهلا مهلا لا يتحدث هنا نتحدث عن مراسلين لديهم باع أيضا في المتابعة والتغطية ويستندون أيضا على خبراء يتواصلون معهم وقنواتهم متواطئة حتى بترويج السردية الإسرائيلية ولكن في أشخاص عاين وما حصل وبالتالي مضطرون للحديث للجمهور عما شاهدوه بحقيقة الأمر سأستشهد أيضا بهذه التغريدة اللي ماريو نوفل الناشط أيضا على منصة أكس والذي يعني يلخص لنا ما قاله مجموعة من الخبراء من سلاح المشات البحرية من المخضرمين يعني من مشات البحرية قاموا بمعاينة المدة الزمنية لإشتعال الوقود قاموا بمعاينة الأضرار الناجمة عن الانفجار في موقف السيارات عاينوا المباني المجاورة ونسبة التصدع التي شاهدوها وطريقة التصدع عاينوا أيضا الفروقات بين الفيديوهات الفيديوهات الأولى فيديوهات ما قبل الانفجار الفيديوهات اللحظات الأولى من الانفجار والفيديوهات التي تم جمعها بعد دقائق وبعد ساعات أوزان اللعبوات ونوعية الزخائر المستخدمة وبطبيعة الحال يمكن العودة لهذا المنشور أو لهذه التغريدة الكونكلوجين والخلاصة التي وصلوا إليها أو خلصوا إليها يقولون أن الزخائر المستخدمة في هذا الاستهداف على وجه الخصوص تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الناتو ولا يمكن أن تكون أو يستبعدون أن تكون أي جهة فلسطينية لديها أو بحوزتها هذه النوعية من الأسلحاء والتفجيرات نعم وكفام في بيان يوضح أيضا من حركة المقاومة الإسلامية حماس بأن هذا التوقيت الذي جرى فيه استهداف المستشفى لم يتم إطلاق لا قبله ولا في أثناءه صواريخ ولولا ذلك لتم تفعيل القبة الحديدية كما أيضا كان معنى سكوتريتر أيضا من المارينز وهو ضابط سابق وتحدث أن الأدلة الضرفية تؤكد بأن الرواية الفلسطينية هي الرواية الأصدق بما تقدمه إسرائيل والزكاة العديد حتى في فيديوهات هذا الفيديو الذي نشره جاكسون هينكل على منصة X والذي تم تداول به بعد أن روج الكثير من الفيديوهات التي عيننا الفروقات الزمانية في هذا الفيديو يعني يوثق طريقة انطلاق الصواريخ وأنه برد يعني الكبة الحديدية التي حاولت الاستهداف لم تتمكن من أو لم تتمكن هذه الصواريخ من من أي خارق أو من تحقيق أي خارق بالنسبة له وهو يتحدث عن فكرة أن المسافات التي تقطعها الصواريخ من نقطة الانطلاق حتى الوصول إلى الهدف لا يمكن أن تستطيع أن تقوم بإصابة يعني هدف من حيث الانطلاق على المسافة القريبة من المستشفى صحيح يعني حتى أنه في الكثير من التغريدات والمنشورات لمتخصصين ولخبراء عينوا الصور وعينوا طبيعة الأسلحة ويؤكدون نفس النظرية ويعني لست بخبيرة عسكرية ولكن مثلا لفتني هذا المنشور هذا الناشط يسأل لو كانت المقاومة فعلا هي التي قامت بهذا الاستهداف أو استخدمت هذه النوعية من الذخائر أو المتفجرات لما لم تستخدمها ضد المستوطنات لأنه من كل الصواريخ والاستهدافات التي عينناها من المقاومة أنه عيننا حجم الضرر وعيننا حجم النتيجة أو شكل النتيجة النهائية والمقاومة أيضا كانت حريصة على إيصال هذه الرسالة فيما تفضلت بالسؤال الذي طرح وأيضا موضوع أن المقاومة الإسلامية لديها مقاومة الفلسطينية نتكر حركة حماس الجهاد وغيرها من الفصائل لديها أخلاقيات لا يمكن أن تستهدف المستشفيات أو تطال المدنيين بالشكل الذي حدث في المستشفى مع مدني الدليل الرابع رامي هو الفبركة هنا لم يكتفوا فقط بتزوير الحقائق قاموا بفبركة مواد إضافية أغرقوا من الصات التواصل فيها ليصبح الحديث عن هذه المواد بدلا من أن يكون عن الضحايا عن طريقة الاستهداف عن المادة التوثيقية الحقية وهذا يدلل على ضعف الرواية يعني الذهاب للبحث عن فبركات يعني رواية ضعيفة أساسا لاحظ كيف تم نشرة يعني بداية يغيرون السردية بعدها ينشرون مثلا فيديو يقول الناشطون أنه هذا فيديو مفبرك يقومون بتسريب التسجيل صوتي مسرب وما شابه يعني العملية ممنهجة ومفبركة ولكن أيضا الطريقة التي تم التقديم فيها هي غير مقنعة وغير دقيقة للجمهور الذي سيسأل أو سيطرح الكثير من الأسئلة في هذا المنشور يعني يتحدثون عن مراقبة موضوع الصوت وتشبيه الصوت في هذا المنشور أيضا يتحدث ماكس بلومانتل عن أنه سمع نفس الصوت التفجير عندما كان هناك محاولة لاستهداف القائد محمد الضيف عام 2014 هذه الصحفية تقول أنه لا تعرف الكثير عن ما حصل في موضوع المستشفى ولكن هي غطت الكثير من الأحداث التي واكبت فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي وتقول أنه من عادة هذا الجيش ومن عادة تعاطي الأعلام لهذا الجيش أنه يتنكر لما يقوم به وسرعان ما يظهر أنه هو الذي قام بهذه العمليات في هذا المنشور نلاحظ أيضا ما تحدثت به قبل قليل رامية مقارنة بين التسجيل الصوتي والمسافة التي تم الحديث عنها في المنشور الصوتي بالمسافة التي يمكن رصدها على الخارطة التي تضم المستشفى المعمداني هنا هنا نتحدث عن خمسة كيلومترات فقط أما في الرسالة الصوتية يتحدثون عن مسافة قصيرة جدا وهي خلف المستشفى المعمداني وبالتالي هنا التناقط يعني الخارطة تتحدث عن خمسة كيلومترات بينما التسجيل الصوتي الموجود على حسابات جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحدثون عن أن الاستهداف حصل من خلف مبناء المستشفى مباشرة تحدث عن موضوع إن كان الصوت وفبركات في الصور والإحداثية الجغرافية حتى الأحداثية الجغرافية وهذا الناشط الدكتور مارك أوون هو لديه الكثير من المنشورات حول موضوع الفبركة والتضليل ويقول أن حتى الحسابات المستخدمة لتضليل الأحداثيات الجغرافية هي حسابات لبوتس أو أجهزة ممنهجة أو مبرمجة لتقوم بهذا الفعل ويوثق حتى موضوع الختم الزمني الذي يختلف بين المادة المستخدمة بصريا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمادة التي تم استخدامها من قبل المواقع الإخبارية يعني بين النشر للاستهداف وما أريد أن يضلل فيه وتقديم الرواية على المقامة الفلسطينية وبين التوقيت للاستهداف المستشفى أخيرا ربما الأدلة السريعة رامية أنه هذا الأسقف الموجود والذي كان لديه علم عن استهداف المستشفى قبل أيام كان قد نشر تحذيرا على صفحته على فيسبوك حول الموضوع حتى أنه قناة البي بي سي كانت تطرح الأسئلة وتستفسر هل فعلا لدى المقامة هل فعلا لدى حماس أنفاق تحت المستشفيات وتحت المدارس بمحاولة لتبرير سلفا ما سيحدث وما سيكون وتهيئة باللعب على المتلقي في الجانب النفسي وتهيئة الجمهور لمثل هكذا مجازر وتبريرها أيضا على اعتبار بأنه ضمن المواجهة التي يراد أن تقدم على أنها دفاع عن النفس لإسرائيل هذا زميلتنا بهية يوحيلنا من جديد دكتور سيف دعنا عندما نتحدث عن هذه الأدلة ورصدنا كيف يتم عمليا التعاون لسردية لإسرائيل بعمل كامل من الولايات المتحدة الأمريكية أي قيمة لأن نرى الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية مجندا ضمن الدعاية الإعلامية لتمتين السردية الإسرائيلية وأن نراه أيضا فيما قاله ليس فقط في السابع من أكتوبر وكذب أمام العالم كله وقال رأيت الصور للأطفال مقطوعين رأس أن نراه في اليوم التالي لهذه المدبحة الكبيرة يقول بأنه الطرف الآخر أو الفريق الآخر كما وصفه هو يتحمل المسؤولية كيف يمكن تقييم وفهم الإشارة إلى موقع الرئيس الأمريكي ضمن الدعاية للترويج للسردية الإسرائيلية لهذا بالضبط مدام رامي أنا قلت قبل أيام أن مستوى التضليل الجماعي في هذه المرة غير مسبوق في الذاكرة الحية يعني رأينا تضليل هائل في الحالة السورية رأينا تضليل هائل في الحالة العراقية ولكن لم يتدخل الرئيس هناك تجربة في قضية الرئيس بوش الأول في عام 1991 أنه لم يكن يخطط لدخول بغداد كان يريد فقط التوقف على حدود العراق الكويت لسبب تجربته في فيقنام كان يعمل في السياية وكانت له تجربة سيئة فلم يكن يريد أن يكرر التجربة في العراق طبعا مهدوا لها لاحقا لسنوات حتى يستطيعوا أن ينجحوا وبالتالي كان هناك تسريب في الصحافة أنه سيذهب كل الطريق إلى بغداد هذه كذبة سئل الرئيس لماذا لا ينفي الخبر فقال أن هذه الفكرة تخدم الاستراتيجية الأمريكية ولكنه لم يكذب ولكنه غير مستعد لنفيها في الحالة الفلسطينية اليوم الرئيس شارك كما يعرف الجميع الآن شارك بالكذب منذ اليوم الأول وهذا يؤكد أن هناك أزمة هذا الكم من الجرائم وهذا الكم من القتل والدم والذبح على الهواء حرفيا بس مباشر المجزرة تحدث بشكل بس مباشر على الهواء يحتاج إلى كل الطاقات حتى قانوا بتجنيد الرئيس من أجل أن يشارك بالكذب حتى اليوم هناك بعض وصائل الإعلام وكأن شيء لم يحدث لا تزال تتحدث عن قطع رؤوس الأطفال مع أنه في اليوم الثاني يعني في اليوم الثاني ذكرت بحية ماكس بلومنتال صاحب موقع The Gray Zone منذ اليوم الأول تقريباً أو في بداية اليوم الثاني تم كشف مصدر الكذبة وهو مستوطن متطرف وأيضاً مجند في الجيش الصحيون ونحن نعرف بالأسم وهو اعترف لاحقاً بأنه كذبة ولكن كل العالم بعدها أخذ عنه الفكرة أريد أن أذكر قضية مهمة هنا مرتبطة بكل هذه الأكاذيب لأن هذه الأكاذيب لا تذهب فقط في 1982 حين حصلت مجزرة صبرا وشتيلة تشكلت لجنة من أهم خبراء وقضاء قانونيين في العالم تسمى لجنة شون ماك برايد وهو قاضي إيرلندي معروف على مستوى عالمي وضمت ستة من أفضل القضاء والقانونيين على مستوى العالم هذه اللجنة قامت بإدانة الكيان الصحيوني وبالتفصيل وقابلت مئات الشهود وإلى آخره تقرير هذه اللجنة لجنة ماك برايد أكثر من عشرين عاماً لم يجد ناشر في كل الغرب وكتب عن ذلك الدكتور إدوارد سعيد أنه لم يكن هناك وحتى الآن سيجد الإنسان صعوبة شديدة جداً بالوصول إلى هذا التقرير يعني أنا أعيش موجود في جامعة والمكتبة لديها اشتراك تقريباً في كل النشريات في العالم أستطيع أن نحصل على أي نشرية في العالم لدي أبضل جهد حتى حصلت على تقرير لجنة ماك برايد في المقابل شكلت الحكومة الصهيونية كما يعرف الجميع لجنة كهان التي عملياً خرجت بتوصيات لا تدين الكيان الصهيوني وبرأت عملياً الحكومة الصهيونية من هذه الجريمة البشعة في نفس اليوم الذي صدر فيه تقرير لجنة كهان كل الصحافة الغربية ماذا كانت تمدح الديمقراطية الصهيونية الديمقراطية الإسرائيلية والعدالة الإسرائيلية بحيث أنه لدي قائمة على كل أحوال بتعليقات كل الصحف الغربية على تقرير لجنة كهان في نفس اليوم وبعضها في الحقيقة إذا حسبنا فارق الوقت يمكن أن نقول بأنه من المستحيل أن بعض المعلقين أصلاً استطاع بسبب فارق الوقت أن يقرأ التقرير أصلاً قبل أن يعلق لدرجة أن من يقرأ هذه التعليقات في الصحافة الغربية سيستمتج أن إسرائيل تتفوق أخلاقياً بسبب هذا الزعم على حتى ضحايا مجزرة صبر وشديلة وبالتالي الإعلام حول هذه اللجنة إلى مغتص غفران لجرائم الكائن الصهيوني وأنا أتوقع أن هذه المجزرة سيحصل نفس القضية أن لجان التحقيق في النهاية التي حتى لو أدانت الكيان الصهيوني في بعض الجوالب في بعض القضايا ستكون ردة فعل الإعلام الغربي مديح الكيان الصهيوني على استعداده حتى لانتقاد نفسه بحيث يظهر في النهاية متفوق أخلاقياً حتى على الضحايا هذا نفس الأسلوب الذي نراه الآن أن من يرتكب الإبادة والإبادة تصور كأنها عمل خيري حرفياً ومن يرتكب الإبادة هو الضحية في الإعلام الغربي وهذا بالضبط أن هذه القضايا كلها مدروسة كان عندنا مجزرة وتجربة في حالة صبر وشديلة والآن لدينا مجزرة وأنا أجزم أن نفس التجربة ستتكرر ولكن أنا أنصح بقراءة دا جريزون هذا المصدر ماكس بلومنتال تقريره عن ديفيد بنزيون المصدر الإشاعة الأولى والإشكال أن كل العالم يعرف وهذا موقع مقروع جداً على كل الأحوال ولكن الغرب يتجاهله وماكس كان في الكونغرس قبل الحرب بأيام قدم هذا الكونغرس وهذا اعتراف بمصداقيته في كل الأحوال ولكن الجميع يتجاهل هذا التقرير والجميع يتبنى فكرة أن الفلسطينيون نعم وكنا نتحدث عن فكرة أنه حتى الرئيس الأمريكي جند كموقع لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية كسمعت أيضاً رئيس الولايات المتحدة الأمريكية سامحني دكتور دعنا بالانتقال لزميلتنا بهية هذا يعني في تكرار لمشهدية كما قلنا يعني موضوع قطع رؤوس الأطفال كنا نشير أيضاً لصور أمام القنسولية الإسرائيلية في إسطنبول كنا نتابع أيضاً هذه الحركة الاحتجاجية وأيضاً كان هناك صورة من العاصمة الأمريكية واشنطن ضمن التحركات التي رغم كل هذه الفبركة نراها صحيح يعني اليوم الخلاصة السريعة أنه تكرر الأمر حتى ضمن طوفان الأقصى أكثر من مرة موضوع قطع رؤوس الأطفال كنفس السياء هناك شخص متطرف يعبث بطريقة تقديم المحتوى ولا يأبه بكيف سيتم التعامل معها لا بل يمكن أن نقول أنه يوظف لمثل هذه الأغراض لكي يستفاد من هذه المادة وهذا لا يذكرنا إلا بما حصل في دومة مع الخواض البيضاء وكيفية التنصر من الموضوع والتسريبات التي نشرت بعد خمسة أعوام وأكثر من ذلك المهم رامي أنه نحن أمام كتيب ربما فيه كل هذه التكتيكات وكل هذه المنهجيات التي يتم استخدامها وتوظف بحسب السياق هنا في هذا السياق تحديدا وكما حصل في قصة قطع رؤوس الأطفال وعادة وتراجع عنها البيت الأبيض اليوم في جمهورين يتوجه إليهم يعني الإسرائيلي من هذا الغرض أو بهذا الغرض جمهور داخلي مثل بن غفير يريد المزيد من الدماء وبالتالي يقدم له ما يريد وجمهور آخر هو الجمهور الغربي الذي يريد أن يبقى أمامه بصورة الحمل وبطبيعة الحال يتنصل من المسؤوليات ولكن جدوى التضليل وقعت عندما شتت الانتباه عن الجريمة وصار حديث الناس المسؤولية أو من يتحمل مسؤولية هذا الإجرام وبالمقابل نجد أنه في شارع أصبح أوعى نجد أنه في الكثير من الناشطين الذين باتوا يدركون كيفية التعامل مع هذا التضليل يوثكون بالصوت والصورة وما التحركات والمظاهرات الشعبية إلا خير دليل على هذا الأمر يعني قبل أقل من ساعة كنا نرصد هذه المظاهرات المناهضة لما تكون به دولة الاحتلال الإسرائيلي وتطالب بوقف إطلاق النار من أمام مبنى الكونغرس الكثير من الناشطين في مجموعة Jewish Voice for Peace اليهود أو صوت اليهود من أجل السلام هذه الفيديوهات التي تواصل كيف اقتحموا الكونغرس هذا نشاهدها من داخل الكونغرس نعم هذه أيضا الصور التي نتابعها من داخل الكونغرس الأمريكي نحن نتحدث عن اقتحام أيضا لداخل الكونغرس زميلتنا بهية بالعودة إليك من الصور التي كنت تتحدثين عن شارعين بطبيعة الحال وعدم القدرة على تمليل الرواية وقبل قليل كالعاجل عشاشة الميادين يتحدث أن الـ CNBC في استطلاع للرأي نسبة التأييد لبايدن تنخفض حد 37% في ثاني يعني أدنى مستوى لرئاسة بايدن في المقابل مثلا نجد شخصيات مثل كريس ميرفي يصرح في هذا الفيديو نشاهدهما عن راميا How important, Senator, is it that Israel publicly release intelligence backing up their analysis that the IDF was not responsible for this deadly hospital blast in Gaza? Well, I mean, listen, I don't tend to require Israel to provide proof of the claims they make. They are an ally. I mean, my default position is that they will leave Israel. It talks about an opinion of it. It is a opinion of it that it is not a problem for us to be able to give us an opinion of it. It is not a problem for us to be able to give us an opinion of it or to be able to give us an opinion of it. In the case of many of us, these are the same people who play the same role. هؤلاء يسعرون كمية التضليل وكمية الفبركة ويعطون المشروعية لهذا الإعلام المتواطئ ويصبح حتى أن هذا الإعلام مطالب بتقديم مادة حتى يتبنىها مثل هذه الشخصيات حتى موضوع المصطلحات ولو مررنا عليها بشكل سريع لأنه نحن نتحدث عن المستشفى المعمداني وهذه لها خصوصية أيضا كبيرة لكن حتى استخدام موضوع تسمية أنا قمت بدراسة سريعة حول هذا الموضوع لأنه كانت لافتة جدا اختيار التسمية بين مصطلح المعمداني وبين مصطلح المستشفى الأهلي أو العربي لكل واحدة منها مدلولات اليوم لو استخدم الإعلام الغربي كلمة بابتست أو المستشفى المعمداني فيه طبعا لها دلالات مرتبطة بالديانة وما شبه وبالتالي سيشد عصب أو سيستفز يعني شارع مسيحي معين وبالتالي ليس لهم مصلحة بهذا الأمر وبالتالي وجدنا أنه في الإعلام الغربي التركيز على مصطلح المستشفى الأهلي أو المستشفى العربي يعني في العينة التي طلعنا عليها أقول يعني بشكل حاسم ربما يعني هناك بعض الاستثناءات القليلة جدا لا يمكن أن نجد عبارة المعمداني في أي من العنوين دائما مستشفى أو المستشفى الأهلي أو المستشفى العربي مقابل يعني كل مرة يستخدم فيها كلمة بابتست أو مستشفى معمداني نجد فيه ست مرات استخدام للمستشفى الأهلي وثلاث مرات المستشفى العربي بطبيعة الحال حتى ضمن السياق حيث وردت كلمة بابتست تحدثونا مثلا عن المقالات التي نشرت في وول ستريت جورنل فقط كانت في سياق الحديث عن أن هؤلاء مبشرين معمدانيين حضروا من مصر وما شابه يعني سياق تاريخي ليس مرتبطا حتى بإسم المستشفى أو موقعية أو حيثية المستشفى أيضا مع مدانية تاريخية قصفت ضمن الاستهداف للمستشفى والأهم بالنسبة للمدنيين حتى على المواقع واشنطن بوست يعني لم نجد كلمة بابتست حتى نيويورك تايمس سيئا أن يعني ليست في الهيدلاينز أو في العنوين الأساسية يمكن أن تكون ضمن النشرات أو التقارير الإخبارية يعني تأتي في سياق ثانوي وأقل أهمية ولكن التركيز على مصطلح الأهلي أو العربي وهنا كان في حتى تفاعل مع هذا الموضوع يعني في بعض المنشورات الكثير من الناشطين سألوا بايدن لماذا تركز على عبارة الأهلي العربي ولا تستخدم الأهلي المعمداني يعني تستخدم المصطلح المعمداني عندما تخاطب جمهورك عن هذا الموضوع حتى يعني بعض المتخصصين أو بعض الناشطين هنا في المنطقة هذا الزميل علي مراد يعني يتحدث عن هذا الموضوع أيضا ويقول أنه عن حيثية توظيف المصطلح وتقديمه بالنسبة للسرديات الغربية لنستفيد من الوقت أيضا في نقطتين مهمتين موضوع رصيد إسرائيل من الإجرام وهذا أيضا تم يعني لحظه بالنسبة للعديد من المراسلين وتقديم إسرائيل على أنه في باب للتحقيق سيفتح وما إلى ذلك وموقع إسرائيل أساسا من أن تقوم بمثل هذا الأمر يعني هذه كانت ربما من أكثر الموضوعات التي رصدناها على منصة التواصل الاجتماعي وحتى لدى الناشطين أنه اليوم فيه سياق دبلوماسي قانوني أيضا إعلامي أيضا حراك سياسي كل هذه السياقات تغذي أو تصب في نفس الخانة طبعا محاولة تعطيل التصويت على وقف إطلاق النار وتمديد فترة الحرب لتقديم المزيد من الإنجازات أمام الجمهور والرأي العام أيضا توثيق للكثير من الصحفيين والناشطين الذين قالوا أن هذه القصة تتكرر في كل مرة تقوم إسرائيل بمثل هذه الأفعال ومن ثم تتنصل من هذه المهمة أيضا الناشطون يتحدثون عن أنه سردية قيام إسرائيل بتحقيق أي مشروعية لديها لتقوم بتحقيق وكيف سيصدق الجمهور أن إسرائيل عندها القدرة على القيام بمثل هذا الأمر وتقديمه أمام الجمهور بموضوعية وما شابه سننتقل هنا دكتور سيف دعنا خصوصا لفكرة موضوع التحقيق تجاوز التحقيق كان مباشرة بالنسبة لرواية الغربية وكذا بالنسبة لإدارة الأمريكية وعلى رئيسها الرئيس الأمريكي وكنا رصدنا أيضا استطلاع سي أم بي سي لتراجع شعبية الرئيس الأمريكي لأدنى ثاني أدنى مستوى لرئاسة بايدن وبالتالي هذه يمكن تأثيرات التي نعتبرها تداعيات وتأثيرات مباشرة لإخفاق حتى في إمكانية إمرار الرواية أو بوابة يتم استخدامها يعني هذه الدعاية الغربية ودعم إسرائيل لمحاولة تعويض هذا التراجع لشعبية بايدن يعني التراجع لشعبية بايدن ليس مرتبط بالقضية الفلسطينية يعني يجب أن نكون واضحين هناك قضايا أخرى في الحقيقة هناك مراهنة لدى البعض المستشارين في الإدارة أن أداءه هذا أثناء الحرب وموقفه القريب من الكائن الصهيوني ودعمه للكائن الصهيوني ربما سيساعده حتى في الانتخابات وبالتالي هناك عوامل متعددة تؤثر في نسبة التأييد التي يحصل عليها الرئيس ولكن ما أود الإشارة إليه هنا في موضوع التحقيق قضيتين أساسيتين أن الهدف كان لهم ليس إثبات أن الجهاد الإسلامي كما تدعه هو مصدر الصارو الهدف كان مجرد التشكيك مجرد التشكيك بمن قام بذلك أصبحت القضية غير محسومة وبالتالي هناك مساواع على الأقل بالحد الأدنى بين الكائن الصهيوني والمقاومة الفلسطينية من جهة أخرى إذن الهدف كان التشكيك الجانب الآخر أنه عملية التحقيق وخصوصا قبول الكائن الصهيوني بالتحقيق خصوصا إذا كان تحت إشراف أمريكي وبالتالي كان منحاز إلى حد كبير كما كانت لجنة كهان في قضية الصبر وشتيلة هذا سيعتبر تفوق أخلاقي للكائن الصهيوني وتعبير عن حرفية قيلة أيامها تعبير عن الأخلاق اليهودية وتعبير عن أخلاق إسرائيل وتعبير عن الديمقراطية الإسرائيلية وبالتالي هذا سيضاف إلى إنجازهم ولكن أنا سأعود أيضا إلى فكرة قالتها بها قبل قليل هل يوجد كتيب أو دليل عمل؟ في الحقيقة يوجد كتيب ودليل عمل الذي تستخدمه الحكومة الصهيونية وهو من إعداد فرانك لونس وهو من يجري استطلاعات للسي أن أن بالصدفة يعني ليس بالصدفة بالصدفة على رأي مظفر النواب يعني بمحد الصدفة أنه من يجري الاستطلاعات هو من قام بإعداد ما سميته قاموس اللغة العالمية وعطاه للحكومة الإسلامية عنوانه الأصلي وهو موجود في السوق وموجود على أمازون words that work الكلمات التي تعرض شعاره الأساسي ليس المهم ما تقول المهم ما يسمعون والقضية هنا مرتبطة بأي كلمات يجب أن تستخدم حتى تكون دعايتك مؤثرة هنا يشير الموضوع من يستطيع أن يستأجر شركة علاقات عامة والآخر أن الإعلام هو جزء من موازين القوى وبالتالي موازين القوى مختلة كليا موازين القوى المادية والأيديولوجية والدعائية مختلة لصالح الكيان وهذا جزء من الاختلاف المطلوب اليوم أن هذا العالم الذي نعيش فيه هل هذا هو العالم الذي نريد أن يعيش أبناؤنا فيه وإذا لم نرغب ولا يجب أن نرغب أن يعيش أبناؤنا وبناتنا في المتقبل في عالم من هذا النوع الذي شعاره الأساسي حرفيا وهذا ملخصي كل ما قرأت في الإعلام أن من يستحق الجدارة بالحياة هو من لديه قدرة على القتل. حرفيا. يعني من يقول أنه لا يريد لا يحتاج إلى دليل من الكيان الصهيوني هو يقول لنا من يستحق الجدارة بالحياة هو من لديه القدرة على القتل فقط. وللأسف ما يتعلم العرب منها شيئا. سنرهل تهل الوقت بها. لكن يجب أن نمر على صورتين لها علاقة بعملية أيضا. التفاعل فيما شاهد التضامن. شاهدنا التظاهرات. لكن أيضا في فعاليات يمكن الوقوف عندها. حتى بالنسبة لما جرى في جلسة. نعم. في هذا الفيديو فقط دلالة وإشارة كيف نعم. بدأ مشاهده على الهواء. عندما بدأ المندوب الأمريكي بالكلام. نعم. يتحدث عن مغادرة أعضاء. البعض غادروا. والبعض يعني أداروا. تم إدارة الظهر له. أداروا لأنهم يعني أرادوا أن يعبروا عن موقف معين. وعن استياء. وعن عدم رغبة في الاستماع. لما سيقال. لكن هذا هو. هذه هي الولايات المتحدة الأمريكية. كما يقول. هذا الناشط في هذه التغريدة. هكذا يقومون بإحياء المجمع الصناعي العسكري. وعملية تضفق الأموال. يريدون المزيد من الحروب. يريدون تبرير عملية إنتاج وصناعة السلاح. تارة لمساعدة أوكرانيا. اليوم لمساعدة إسرائيل. في كل مرة تعاد نفس العسليب. ولكن بأدوات جديدة ومبتكرة. شكرا جزيلا لكي زميلة التابعية حلاء ومدينة المعيدين أونلاين على موعد أيضا في الغد. لنجمع كل هذه المعلومات والمطاياة ضمن حروب الإعلام. دكتور سيف دعنا أستاذ علم الاجتماع والدراسات الدولية في جامعة وسكنسون. ضيفنا من شيكاغو. شكرا جزيلا لك. شكرا لمشاهدين أيضا. إلى اللقاء. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة